أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن إنقلاب مفاجئ في أسعار زيت الزيتون في المغرب لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يسركم كل جديد أخبار المغرب وفي التفاصيل عكس التوقعات ورغم ما قيل عن أسعار زيت الزيتون في المغرب يشهد السوق حالياً استقراراً ملحوظاً خلال الموسم الحالي حيث تروعت أسعار اللتر الواحد بين 85 و 99 درهم وهو ما يقارب الأسعار المسجلة في الموسم الماضي ففي منطقة أولاد جامع قرب الفاس لا تزال الأسعار مستقرة عند 85 درهم للتر الواحد رغم أن زيت جديد حيث يعكس هذا الاستقرار تمسك الفلاحين بها من شربح محدود وفي المقابل قامت تعاونيات فلاحية في مناطق مثل قلعة صغنة وابن ملالة برفع أسعار زيت الزيتون بزيادة 20 درهم للتر الواحد وذلك نتيجة انخفاض المحصول المحلي وبمنطقة إمزور النواحي الحسيمة تتروح أسعار الزيتون بين 12 و 13 درهم للكيلوغرام ما يعكس فارقاً واضحاً مع الأرقام المتدولة التي تحدثت عن زيادات قد تصل إلى 16 أو 17 درهم للكيلوغرام واستقرت أسعار زيت الزيتون خلال الموسم في راح الحالي في إقليم جرسيف على نفس أسعار الموسم الماضي ولن تخرج عن المعدل الذي كان سائداً في الموسم السابق وحسب ذات المصادر يقدر 8 لتر الواحد من الزيت حالياً بين 9 درهم و 100 درهم كما أن القنطار الواحد من الزيت ينتج بين 12 لتر و 13 لتر